تقول أريد أن أسأل ما هي صفات الحجاب الشرعي للمرأة و هل الحجاب الشرعي يكون فقط الجلباب أم يكون فضفاض إلى آخر ما ذكرت أميرة من الجزائر بارك الله فيك أخت الفاضلة بالنسبة للحجاب فرض شريع و دين أوجبه الله عز وجل على المرأة يقول جل وعلا يا أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و يقول جل وعلا و ليضربن بخمورهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن و يقول جل وعلا و إذا سألتموهن متاعا فاسألهن موراء حجاب النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحتجب إذا بلغت إذا حاضت يعني بلغت يجب عليها أن تحتجب و الحجاب هذا من دين الله سبحانه و تعالى و لذلك المرأة مطالبة بأن تحتجب طبعا هناك تفاصيل في مسائل الحجاب منها أولا يجب أن يكون فضفاضا و واسعا و أما اللباس الضيق الذي يفصل الجسم و يبين يعني يبين بعض أعضاء الجسم هذا ليس بحجاب ما يمكن أن يكون حجابا و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أراهما بعد و ذكر و نساء كاسيات عارية قال كاسية لكنها عارية بعض العلماء يقول في وجه طبعا في تفسير هذا الحديث قالوا هذا اللباس الضيق الذي فعلا يبين أعضاء جسد المرأة لأن كاسية كيف تكون عارية إلا بهذا الأمر الآخر أخت الفاضلة ما يتعلق بيعني أن لا يكون أيضا إذا خرجت المرأة من بيتها لا يكون هذا الحجاب يلفت الأنظار كأن يكون مجتمل على أشياء من الألوان أشياء من الورود الصور مثلا هذا يلفت النظر ما سميه حجاب طبعا العلماء اختلفوا في الوجه هل هو من يدخل في حجاب المرأة أم لا يعني هذه مسألة سبق أني ذكرت هذا بتوسع في أكثر من جواب فيما سبق لكن عموما هذا حجاب المرأة بارك الله فيك يعني المرأة المحبة لله والرسول الله عليه الصلاة والسلام هي التي تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى وإذا خرجت خرجت محتجبة متحجبة داخل بيتها مع زوجها مع محارمها الأمر واسع مع الزوج طبعا الأمر يعني يعني ما بين الزوجين معروف مع المحارم بحدود ما تعارف عليه الناس من اللباس مع نسائها أيضا بحدود ما تعارف عليه الناس من كشف المرأة مع المرأة الأخرى ترجمة نانسي قنقر